يعني عندنا ملفات كتير من النهاردة نتكلم فيها نبدأ بالخبر السعيدة النهاردة وحصول النادي الاهلي على شهادة الايزو العالمية شايف ده ازاي وشايف قد ايه هذه الشهادة ممكن تكون خطوة كبيرة جدا على المستوى الاداري والتنظيم الاداري داخل النادي الاهلي يعني ده من الاخبار المبهجة من الاخبار السعيدة جدا بالنسبة النادي الاهلي والاخبار اللي بتؤكد على قيمة وقدر وثقة للنادي الاهلي والمرحلة اللي وصل لها النادي الاهلي دائما الاهلي رقم واحد دائما بيكون متصدر في الحاجات اللي بيقودها اول مرة نادي في مصر وفي القرى الافريقية كلها ياخد حاجة ما شهادة الايزو في الادارة حاجة مميزة جدا ده دليل على الشكل الاحترافي اللي بتشتغل به نادي الاهلي على الخطوات الكبيرة المتقدمة اللي قطعتها ادارة النادي الاهلي في هذا الملفة وفي الادارة في ادارة النادي ادارة النادي اجتماعيا واقتصاديا ورياضيا المؤكد نادي الأهلي ما خدش هذه الأيزو دي من فراغ لكن قدم ما يؤكد حقيته أو قدرته على نايل هذه الشهادة الكبيرة والعظيمة اللي هتعطي للأهلي قيمة كبيرة وقدر كبير وثقة كبيرة وحتزيد من قيمة الأهلي التجارية ومن علامة التجارية والأهلي يقدر يستفيد بدا وحتساهم أيضا برضو في تطوير منظومة الأهلي الإدارية يعني ما وصل له نادي الأهلي حاليا سيتطور أكثر فأكثر النادي الأهلي منظومة ماشية بنظام ثابت ومحدد دايما بيهدف إلى تحقيق نتائج يعني الهلي بيشغل لسنوات طويلة عنده خطة قصيرة الأجل وخطة طويلة الأدل وخطة لسنوات فده شيء عظيم جدا يعني بالنسبة لنادي الأهلي شهادة طبعا للنادي الأهلي الحق أن يفخر بها كمان نادي الأهلي يعني بيزيد الشهادة قيمة وشارف النادي الأهلي اسم كبير جدا في المنطقة العربية فالأهلي لما بيأخد جيزة أو بيأخد تقدير بيكون إضافة للشهادة كما هي إضافة لنادي الأهلي في نفس الوقت ده النموذج اللي بيقدمه النادي الأهلي ده الإدارة بتاعت النادي الأهلي بتاخد اعترافات دولية اعترافات إقليمية حاجة محترمة جدا حاجة مش موجودة على المستوى القرية أو المحلية ده حقيقة